السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الأساسي أسعد الله صباحكم اليوم سوف نتحدث في مادة التربية المهنية عن الأدوات المستخدمة في النجارة لتنفيذ أعمال النجارة لابد من توافر عدد يدوية خاصة إذ يعتمد نجاح أشغال هذه الأعمال وجودة المنتج على وجود هذه العدد ومعرفة كيفية استخدامها سوف نتحدث في هذا الدرس عن العدد والأدوات المستخدمة في النجارة وأولها أدوات القياس يوجد عندي ثلاث أدوات من أدوات القياس أول أداء عندي ألا وهي المتر المعدني وثاني أداء وهي الزوايا المختلفة وينقسم منها زوايا قائمة ومتحركة والشنكر وآخر أداء ألا وهي الميزان الكحولي المتر المعدني هو شريط صلب مرن مدرج يلف داخل علبة من المعدن أو من البلاستيك وهو معدل القياسات الصغيرة والكبيرة بينما الزوايا المختلفة تصنع من الحديد أو من الخشب أو من لداء البلاستيك وعندي نوعان من الزوايا عندي الزوايا القائمة ويوجد لدينا الزوايا المتحركة الزوايا القائمة تستخدم في ضبط استواء السطوح وتعامدها بينما الزوايا المتحركة تستخدم في رسم الزوايا المختلفة وذلك بضبط الجزء المتحرك فيها مع قاعدة الزاوية بواسطة برغي المعيور بينما الشنكر يستخدم لوضع إشارات خطوط متوازية على القطع الخشبية وتحديد المسافات لغايات القطع وذلك بانزلاق طرفه المدبب فوق القطع الخشبية بينما الميزان الكحولي يستخدم في ضبط السطوح المستوية ثانيا أو ثاني أدوات الأدوات المستخدمة في الأدوات النجارة أدوات النشر ويوجد لدي نوعان من المناشير يوجد لدي منشار التمساح ومنشار سراق الظهر بينما ثالث هذه الأدوات ألا وهي أدوات المسح والتصفية ويوجد منها الرابوخ وفارت التنعيم يستخدم كل من الرابوخ وفارت التنعيم لتنعيم السطوح الخشبية الطويلة ولكن الفرق بين الرابوخ وفارت التنعيم أن الرابوخ هو أكبر من فارت التنعيم أدوات القطع ويوجد عندي نوعان من أدوات القطع عندي الأزاميل والمنوقير بينما أدوات البرد أدوات البرد اللي هي المبارد بتتكون من مقبض خشب بلاستيكي ومن جسم معدني صلب له أشكال متعددة ويصنف عدة تصنيفات يا إما يصنف حسب شكله هناك عندي مبارد مربعة مثلثة مستطيلة الشكل ويوجد عندي تصنيف له أيضا حسب درجة النعومة والخشونة مبرد خشن ومبرد متوسط الخشونة ومبرد ناعم أدوات الطرق لدي نوعان من أدوات الطرق النوع الأول ألا وهو الشاكوش والثاني الدخماق والشاكوش يتكون من رأس معدني ذي أشكال وأوزان مختلفة ومن أونواعه الشاكوش العادي والشاكوش المخلبي له شاكوش النجار الشاكوش العادي يستعمل لدق المسامير بينما شاكوش مخلبي له شاكوش النجار باستخدمه لخلع المسامير الدقماق وهذه صورة الدقماق الدقماق هو رأس صلب مصنوع من الخشب أو من اللداء على شكل أسطوانة يستعمل للطرق على المشغولات عند تركيبها أو فكها أو للطرق على بعض الأدوات كالأزميل والمناقير أدوات الفك والربط وهي المفكات وهناك يوجد عندي مفك عادي ومفك مصلاب بينما عندي المرابط عندي مرابط الملزمة مرابط معدنية على شكل حرف الاف مرابط خشبية على شكل الاف ومرابط معدنية على شكل حرف الجن إلى هنا نكون قد انتهينا في درسنا هذا ونحمد الله تعالى على أننا قمنا بختم مادة التربية المهنية لهذا الفصل الدراسي الثاني سأرسل لكم تلخيص يرجى نقله على دفترك ومن ثم إرساله إليك لنقوم ببعض لنقوم بحل بعض الأسئلة ترجمة نانسي قنقر